طيب، إيه اللي ناخده يساعدنا بقى في التغلب على الصدوة؟ أخيرا نتكلم على الجانب الإيجابي أنا هقول لحضرتك إيه إزاي؟ آه الإيجابي إزاي هم؟ فيش حاجة بعينها ممكن ناخدها غير المسكنات بس أنا هقول لحضرتك ممكن نعمل نتعامل مع النوضوع الإساني في حاجات ناتشرل كده أو طبيعية خفيفة ممكن نعمل هو فيه عشب بصراحة اسمه فيفر فيو ده هو اسمه بالإنجلش كده واسمه بالعربي عشب الحمى أعتقد ده موجود بيبقى في الحاجات للناس العطارين أو البيك ستورز الكويسة وبيتاخد كمكمل غزائي ده بيساعد قوي 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 في الصدوة المسفي ده غالي؟ لا هو مش غالي هو عشب طب نقوله تاني فيفر فيو اللي هو بالعربي عشب الحمى عشب الحمى ده معروف قوي لو حد عمله شرش لو بيتاخد في هالئة كابسولات مكملات غزائية هو طبعا موجود بره بكتر لو جبتهم العطاري بشكله ايه؟ موجود أنا على الأسف سألت مبارح عن اتنين عطاريين قالوا مش عندنا وخلصان كنت عايزة أجيبه لكم لكن موجود في مصر موجود في مصر بيغلو بيغلو بيتغلق طيب تمام هو حديك شبه بين الكاموميل واليانسون كده زهرة يعني زهرة زي الانسون فيه كمان الجنزبيل ممكن يساعد قوي في الموضوع ده ان احنا ناخد حوالي اتنين جرام من الجنزبيل فرش أو باودر نشربه كل ساعتين برضو بيقلل شوية حتة الصدع وطبعا السوايل الكتيرة زي ما قلنا في الأول الحلقة ان هو يشرب سباب العطاري بيبقى هيدريتا يعني انت بتنصحي باسلوب حياة لمريض الصدع النصفي اللي اتكلمنا عليه في فقرتنا الرئيسية ان له اسلوب حياة مختلف شوية عشان يحاول يقلل لا هو بس يعرف ايه اللي بيعمل له التريجر هو لو حط ازاي يعرف بقى لا يعني اسلوب حياة زي ما انت قلت في الأول انه يكتر من المية ما ياخلش الأغذية اه وناكل الخمس وجبات بتوعنا وما يسيبش نفسه كل ده ويشوف ايه اللي بيعمل له بيحفز له الصدع خمسة مش تلاتة تلات وجبات وتو سناكس خمسة اه خمس مرة تصبرتين ايه ده انت بتنصحي لكل الناس لكل الناس اللي بيتخنوا واللي بيخسوا واللي عايشين طبيعيات فمحدش يجوع قوي فا يوم يخش على وجبة التالية وياكل الأطرابيزة كله نسا انا في الحقيقة كنت عايزة اقول ازاي نعمل نعرف ازاي ان انا عندي او ايه اللي بيحفز الصدع عندي احنا نمنع معظم الحاجات دي لمدة اسبوعين وكل يومين ندخل حاجة فيهم ونشوف احنا هنتعب من دول ما دعبناش نعمل اختبار يعني بالزبط فهو ده بس حاجة انا بقولها للناس يعني اللي ذكرنا ده كله نوقفه وبعدين نبدأ بعد اسبوعين عشان كله اصاروا تروح من الجسم ابدأ ادخله صنف صنف كل صنف صنف ندخله لمدة يومين لوحده ونرائب نفسينا كده اللي رجع للصدع منهم هو ده هو ده اللي انا جسمي بيحسس منه بيجيب لي صدع وتجنبه وتجنبه هنتجنبه قد ايه فول لايف غالبا غالبا لمدى الحياة اه لو في حاجة ملهاش بديل او يعني لو في حاجة مثلا يعني مثلا الشوكولاتة نبعد عن هيبقى السكريات كمان معظمة يعني هيبقى والله لو طلع هيبقى بركة لو طلع حاجة زي اللحم المصنعة ولا يبقى احسن وليبقى احسن وافيد ليك ولولادك يعني ده كلها نصائح حتى تصلح للحياة العامة مش بس للصدع بس يعني ده حقيق فيها خدمة لجسمك وخدمة لشرايينك وقلبك بس مثلا فيه حاجات مثلا زي الموز احنا قلنا الموز مثلا ده من الحاجات المحفزة ناخد فاكهة تاني صعب ممكن اشوف فاكهة فيها نفس الفايدة الغذائية بزبط يعني مثلا المريض الضغط بيبقى محتاج الموز علشان البوتاسيما اللي فيه نشوف ناخد مش مش مثلا او مش مشية يعني ممكن نعوضع بحاجات تانية هتقوم بدلها بزبط هي اهم حاجة نرجع نقول نفس الكلام الحياة الصحية في الاكل وكميته وأنواعه والمية الكتير زي ما انت قلت احنا في الصيف الناس بتنسى موضوع المية خالص واحنا جسمينا اغلبه مية فلازم نرويه باستمرار كيب هيدريتد زي ما فيقوله اشتركوا في القناة